اشتركوا في القناة بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين الباسلة التي أرسى جلالة الملك المعظم لبناتها الأولى حتى أصبحت صرحا عتيدا وحصنا منيعا مسنيرة بتوجيهات جلالته السديدة في تطوير وتحديث كافة قطاعات هذا الصرح العسكري الشامخ له أنجاز يبث الطمانينة في نفوس ابناء الوطن بما يحمله هذا الصرح من روح وطنية عالية تجسد المبادئ النبيلة والقيم الرصينة للفداء والتضحية في سبيل الذود عن حياض الوطن وحفظ سيادته ومكتسباته ورفعته كما أصبحت هذه القوة العسكرية كجزء من التحالفات الدولية لترسيخ مبادئ الشرعية والعدالة الداعمة للأمن والسلمة دعين سموه المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على جلالة الملك المعظم وهو ينعم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ جلالته قائدا حكيما لمملكة البحرين لتحقيق المزيد من التطور والرفعة والمنعة لوطننا الغالي ولكوة دفاع البحرين الباسلة في ظل العهد الزاهر لجلالته حافظه الله ورعاه وقد بعث أحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حافظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى الفريق والركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني عرب جلالته فيها عن شكره وتقديره لسمو رئيس الحرس الوطني على تهنيته مجددا جلالته الفخر والاعتزاز بما حققته قوة دفاع البحرين بفضل الله تعالى وبعزيمة الرجال وتضافر الجهود مع الحرس الوطني وكفة القوى الأمنية في مملكة البحرين قادة وضباطا وأفرادا للدفاع عن الوطن ومقدراته واستقراره وأنجازاته الحضارية الباهرة مشيدا جلالته بدور سمو الفريق أو الركن الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني في خدمة الوطن وحماية مكتسباته وصيانة أمنه شكرا للمشاهدة